عين بالاسم طلبتهم واتقال لك مستحيل مفيش مقدرة مادية لاستقدامهم؟ في لعيبة كانت متاحة يعني مش عايز اتعرض لأسماء انما كان فيه امكانية ان انت تشتري من قندية لكن الشيارة دلوقتي انت عارف الارقام شكلها يا هاني وانا في المعذكر 15 يوم اللعيبة 3 مرات تمتني عن التدريب بشكل جماعي؟ جماعي وفي الملعب في النجيلة وقف واتكلم ساعة لربع عشان اغير مفاهمهم وغير اتجاههم 3 مرات في 15 يوم ده رقم كبير احنا ما خدناش مستحقات السنة اللي فاتت يا كابتن لا وفي الاخر ياخد المستحقات دي قبل مباراة الاهلي مش عارف 24 ساعة حاجة زي كده انا عرفت يعني وانا مش موجود معهم من كابتن محمد ابراهيم بقى من الكابتن على ابو جريشا تمام من الكابتن على ابو جريشا انه ودوهم مستحقاتهم قبل ومش كلهم خدوا والبعض اخد جزء من مستحقاتهم والبعض الاخر اخد كل مستحقاتهم دي عملت مشكلة عملت مشكلة جوه الفرق ده اخد ده مخدش ده فالمشاكل كانت يعني فوق القدرة على السيطرة في المرحلة دي بس هو كابتن طلعت انا متفق مع حضرتك انه القائمة اللي موجودة في الاسماعيلي دي لا تحقق مراكز متقدمة لكن ما تخسرش اربع ماتشات متتالية انا معاك صح؟ لكن حط في اعتبارك ان الاربع ما تشاهد فيهم اهلي وزمالي مضبوط فانت بحكم المنطق يعني وبحكم الظروف اللي فيها الفرقة سواء كانت مادية او فنية ان انت اللوجيك ان انت تخسر اهلي وزمالي يمكن ما تخسرش اهلي بالشكل ده لكن ممكن تخسر اهلي وزمالي انما سيراميكا والبنك الاهلي دول اللي ممكن يكون كان فيهم كلام واتصور اتصور انت ما تعرفش قيمة ان المدرب يبعد عن لعبته ايوا خمستاشر يوم قبل بداية موسم وانطبعوا عليهم وقدرته على السيطرة وحطوهم تحت ضغوط الى حد كبير ياخد منها اكبر قدر ممكن بهم ما تعرفش انه لعيب اه يعني الوضع كان ممكن يتغير لو كنت حضرتك اللي بتقود المباريات الاربع دي مش اقود بس اه احضر لهم احضر لهم الخمستاشر يوم اللي قبل الدوري اه الخمستاشر يوم التحضير اللي قبل الدوري دول كانوا عصب العمل اه اننا مش موجود فيهم دول مشكلة كبيرة جدا جدا اننا مش جوا الماتش بق ام اننا ما بقاش موجود على البنش مابقاش موجود على الخط اي ده موضوع انا اتصور انه بيقلل من حجم عطاء اللعيب على قل 40% من 30% الى 40% اه في مصر غياب المدير الفني وقت المباراة نفسها بيقل الأربعين في المية من المهودة المفهومية من تلدي إلى أربعين في المية إذا ما حطتش اللاعب تحت ضغوط معينة ضغوط منطقية الضغوط اللي هي تخليه يطلع اللي عنده مش الضغوط اللي هي تخليه يعني يبقى out of control يبقى قراراته فيها الطراب لا أنا أضغط لكن في الحدود اللي تخليني أخذ منه أكبر قدر الممكن ما كانش فيه تواصل بيتين بين حضرتك ومعليش أقولها وحيك في البيت معزول مع الجهاز المعاون وقت المباراة المباراة الأخيرة مباراة اللي هي البنك الأهلي مباراة الأخيرة يمكن اللي هي خسرناها دي 2-1 أو 2-1 دي سيرا ميكري باترا سيرا ميكري باترا لكن التلات مباراة الأولانيين ما كانش فيه إمكانية لأننا نكون متواصل ولا أننا نكون مركز حتى في الأوضاع جوال فرق كانت إيه أهلا؟